ثقافة الإغراق يعني المنصات بتلعب دور في الإغراق ويمكن أكتر مش هستقم مش هستقم مش هقول طبعا اسم منصة لكن أكتر عن طريق الدراما بتاعت المنصات دي مش بس أفلام الدراما بتاعتها بقى بتشدك تكذبك فانت بتتفرج على حالة هامرينج حالة 2, 3, 4, 5, 7 لو ميني سيريز أو بقى أخش على السيزنز والأجزاء ورسخ في ثقافات هو الفكرة من وجهة نظري إن هي مش إغراق قوي هم بيمشوا بالسياسة زي سياسة الجس النبض لأن هم برضو بيبقوا محتاجين إن هم يحققوا مكاسب وهم عارفين إن هم لو اصطدموا مع ثقافات هيؤدي إلى ممكن حالة من الغضب قد تؤدي إلى إلغاء الاشتراكات قد تؤدي إلى نهاية وجود منصة ما في منطقة ما فهم يعني طول الوقت هتلاقي البرنامج بتاعهم بيتغير المكتبة بتاعتهم بتتغير يعني المنصات العالمية منصة شهيرة جدا يعني معروفة أول ما بدأت كان جواها محتوى ممكن نقول إن هو له طابع ديني شوي له علاقة بهم بدأوا إنتاج إيه في الدولة اللي هم بدأوا فيها بعد فترة المحتوى دا تشهل من المكتبة لأنه هو المجورتي ما بتتفرجش عليه فبتلوا يسحبوه وهكذا مع كل إنتاجاتهم هتلاقي إن هم بيحطوا الحاجة المناسبة للزوء بتاع المنطقة بذلك هتلاقي إن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليها مكتبة طبعا صحيح أوروبا ليها مكتبة صحيح أمريكا ليها مكتبة وده ما بينطبقش على منصة واحدة ده على المنصات ده كتلوج ماشي المنصات الدولية شغلها كده تمام فالإغراق هنا بأنه هو يحاول يغطي كل الأزواء قدر الإمكان عشان يوصل لعتبة تانية العتبة اللي هي الإنتاج إنتاجه هو العالمي داخل المنطقة ودي المنصات بتعملها تباعا المنصات العالمية بتعملها بتباعا يعني إحنا دلوقتي وصلنا إن إحنا عندنا تقريبا منصتين عالميتين بينتجوا أعمال أصلية ليها علاقة بالمنطقة بتاعتنا فالفكرة هنا إنه هو بيحاول يمشي على خطوات وده في الأول وفي الأخر كتلوج رأسمالي هو عايز يكسب فلوس يحقق اشتراكات يقدر يقدم محتوى يكون جاذب ويخليك أنت تشترك في منصة واثنين وثلاثة ده طبعا ما بينطبقش على المنصات المحلية أو المنصات الإقليمية دي بتبقى ملتزمة جدا بالكود الأخلاقي والكود الاجتماعي نعم بتراعي كود ومعايير أخلاقية واجتماعية صارمة جدا وهكذا بالضبط وبتفرد التصنيف العمري على الأضاية الاجتماعية كمان مش على مجرد الدم والعنف والأشياء الأخرى اللي بتتفرد عليها لا ده بيبقى التصنيف العمري داخل ضمن النقط دي فزي ما بنقول كده كل حاجة ليها سوقها كل حاجة ليها الستايل بتاعها فهي ده الإغراق يعني الفكرة هنا أني أنت إزاي تقدر تعمل حاجة منظمة يعني لو هديك مثلا منصة بوتشت بقالها سنتين نقدر نقول أن هي متحكمة في المواسم بشكل رئيسي يعني إحنا للسنة التانية على التوالي إحنا شايفين تنظيم كبير جدا عندي رمضان ده الموسم الرئيسي موسم الأكبر والشهيد دراما التلفزيونية وبيتحط فيه معظم الإنتاجات وما بعده فيه off season نفسه مشيني على الكتالوج الأمريكي في تقسيم المواسم بقى عندي موسم off season كبير بيتقسم نصين نص في الخريف ونص في الشتا ونرجع تاني نستقبل موسم رمضان وهكذا دوليك فإحنا بقالنا سنتين بنشوف المسلسلات بتتعرض بشكل متتابع وأحيانا بيكون فيه مسلسلين بتتعرضوا في نفس الوقت والمسلسلين بيحققوا نجاح فهنا فيه كسافة في الإنتاج أقدر أقول عليها إغراخ ممكن نقول عليها إغراخ ولكن هو إغراخ هنا ممنهج محطوط بشكل مدروس بقاله سنتين بيتناتعمل فيه بشكل رئيسي نقدر نقول إن هنا المسلسلات بتحقق نجاح ومسلسل بيسلم التاني وهكذا موسيقى موسيقى